السلام عليكم هنتكلم في الفيديو ده عن البرازايتس اللي بتسبب انيميا برازايتس كوزينج انيميا عندي مجموعتين اول مجموعة دي المهمة جدا يعني لو جي سؤال البرازايتس اللي بتسبب انيميا ماينفعش انسى واحدة فيهم وهي الشيستزومة اللي البلهريسياني والضيفالوبوتريام ليتن والترايكيوريستراكيورا والهوكورمز اللي هم عبارة عن الانكليستما والنيكيتور امريكانز والفيسرا ليش مانيزيز والملاريا والبيبيزيا دول حاجات مهمة جدا من المانيفستشن المهمة اللي فيهم الانيميا تمام، والمجموعة التانية اللي هي اقل في الاهمية من ضمن المانيفستشن احيانا ممكن يحصل الانيميا واحيانا ما يحصلش، يبقى هنا الانيميا مش حاجة مهمة ولكن بتبقى احيانا موجودة زي في الفاشيولا، في الفاشيلوبوس بوسكاي، في الترايكوسترونجلس، والانتاميبة هستوريتيكا، والبالانتديم قولاي ودول شبه بعض في حاجات كثيرة زي ما هنشرح والأفريكان تريبانيسوم هنبدأ بالمجموعة المهمة أول واحدة فيهم اللي هي الشيستوزومة اللي هي مرض البيلهاريسيا الشيستوزومة دي بتبقى من البلاط فيلوكس من التريماتودز اللي هم عايشين في البلاط فيسلز بيبقى الميل شايل الفيميل في الجينيكوفوريكانال وبيعيشوا في البلاط فيسلز اللي حوالين اللارج انتستن في حالة الشيستوزومة جابونيكا مومنسوناي أو البلاط فيسلز اللي حوالين اللي يتريكت في حالة الشيستوزومة هيماتوبيا طيب هي بتيجي للإنسان عن طريق إزاي أو إزاي بأن فيه شخص بينزل استحمى في الترعة أو طفل بيلعف مية الترعة فهتيجي السيركارية بتاع الشيستوزومة وتعمل بنتريشان للسكن بتاع الهيومن وتدخل في رحلة طويلة كده لحد ما هتروح عن طريق الليمفاتيكس للرايت سايدوف زهارت ومنها لللونج وبعد كده الليفت سايدوف زهارت ومنها هتروح للليفر عشان يحصل لها ماتيوريشان لأضل تميل وفيميل بعد كده الميل هيشيل الفيميل في الجينيكو فوريكانيل ويمشي بيها عكس البلاط استريم لحد ما يوصل للبلاط فيسلز تمام؟ وتبتدي الفيميل تنزل وتحط الإجز الإجز دي بتختارك الول بتاع البلاط فيسل عشان توصل للليومن بتاع اللارج انتستل في حالة المانسوني والجابونيكم أو توصل لليونينا البلدر في حالة الهيماتوبيا تمام؟ طيب يبقى هنا بيحصل أنيميا عن طريق كذا سبب ايه سبب الأنيميا هنا؟ أنا عندي القضلت واننا عايشة في البلاط فيسل فالطبيعي هي تتغزة على البلاط يبقى هنا إنجزشة للبلاط باي الأدلت يبقى القضلت هنا هتتغزة على البلاط فيحصل لأنيميا طيب تاني سبب البلاط لوس نتيجة إن الإجز لها بتختارك الول بتاع البلاط فيسل عشان تنزل لليومن بتاع اللارج انتستل أو تنزل ليومن بتاع اليومن البلدر على حسب النوع وهي بتنزل الإجز دي ويتختارك الول فبيحصل أوزنج للبلاط تمام؟ فالبلاط ده هينزل فيه اللسطول أو هينزل في اليورين على حسب النوع فالشخص ده يبقى عنده هيماتوريا اللي هو بلد في اليورين أو ديزينتيلي اللي هو بلد في الستول يبقى ده نتيجة البلد لص فيحصل له أنيميا أو تالت سبب عن طريق هايبرسبرينيزم معروف في مرضى البيلهرزيزز إن بيبقى عندهم سبيلينوميجالي هايبرسبرينيزم تمام إن السبيلين بيكبر خاصة فيه الشيستزومة منسوناي وجابونيكا والسبيلين لما بيكبر فبيكسر الأربيسيز بيحصل فاجوسيتوز أكتر للأربيسيز تمام؟ فيحصل أنيميا وآخر السبب اللي هي الأنيميا of chronic disease الكورونيك ديزيز أي ديزيز لما يبقى كورونيك مزمن تمام؟ فيحصل للشخص ده أنيميا نتيجة أسباب كتيرة من ضمنها الإيميون وبسولوجي اللي بيحصل الرياكشن بتاع الإيميون سيستم ده بيأثر على الشخص ده ويعمل لي أنيميا تمام؟ يبقى أسباب الأنيميا هنا في الشيستزومة إن القضل تتغز على البلد أو بيحصل بلد لص عن طريق الهيماتوريا أو الديزينتري أو الهايبرسبيانيزم اللي بيتغز على الأربيسيز ويعمل لها فاجو سيتوزيز أو أنيميا of chronic disease تاني برازات اللي هو الضيفالوبوثريام ليتم الضيفالوبوثريام ليتم دي من السيستودز من الديدان الشريطية اللي بيوصل طولها ممكن لتلاتة لعشرة متر تمام؟ بتحب تعيش في السمول انتستم بتاع الهيمان بتيجى عن طريق أكل السلمون فيش الإنسان يتغز على السلمون فيش الجواب يبقى الانفكتيف استيج تمام؟ طيب هي بتعيش في السمول انتستم بتعملي شوية انتستينال ديستربانس عن طريق تعمل كوليك هنجر بين بتعمل نوزيا فوميتينج ديارية وكمان ممكن تعمل انيميا هنا نوع الانيميا مختلف شوية هي بتعمل حاجة اسمها ميجالوبلاستيك انيميا ميجالوبلاستيك انيميا او الماكروستيك انيميا عن طريق ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب حاجتين ان التوكسنز اللي بتطلعها البرازيت او عن طريق فيتامين بي تولف ديفيشنسي ان هي بتنافس الهوست على الفيتامين ده هي بتحب تتغزة على الفيتامين ده تمام؟ اللي هو فيتامين بي تولف يبقى هنا سبب الأنيميا أو نوع الأنيميا اللي هي ميجالو بلاستيك أنيميا أو ماكرو سيتيك أنيميا سببها حاجتين التوكسينز وفيتامين بي تويلف ديفيشنسي البرازات اللي بعد كده اللي هو التراكيوريستراكيورا أو الدودة الصوتية اللي هي الويب وور لأن هي شبه الصوت بتبقى الجزء الأمامي منها بيبقى ثن والجزء البستيريور الخلفي منها بيبقى ثك تمام؟ طيب الدودة الصوتية دي هي بتحب تعيش فيه اللارج انتستين بتاع الهيومان وهي بتعمل شوية انتستين المانيفستيشن على هيئة نوزيا هو فومتينج وبلادي ديارية بتعمل طبعا ديزينتري يعني فيه بلاد وميوكس بينزلوا في الستور نتيجة أن بيبقى الميكوزة بتاع اللارج انتستين بتبقى إدمتاس وهيبرمك من الانفلاميشن تمام؟ فهنا هي بتعمل لي نوعين من الأنيميا أول نوع اللي هو المايكرو سيتيك هايبو كروميك أنيميا ده نتيجة البلاد لوس أو البلاد أو البليدنج اللي بيحصل نتيجة قلنا إن فيه الميكوزة بتاع اللارج انتستين بتبقى إدمتاس وهيبرمك من انفلاميشن ففيه بلاد بينزل فيه الستور اللي هو الديزينتري تمام؟ يبقى ده المايكرو سيتيك هايبو كروميك أنيميا والنوع التاني اللي هو الماكرو سيتيك أنيميا ده نتيجة التوكسينز اللي بتطلعها البرازايت والماكرو سيتيك أنيميا دي بيليها اسم تاني اللي هي بنسميها ترايكو كيفاليك أنيميا نسبة لـ Trachyris 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 Trichoch�halic Anemia يبقى هنا سبب الانيميا او نوع الانيميا اثنين مايكروستيك نتيجة البليدنج والبلاط ساكشن وماكروستيك نتيجة التوكسنز اللي تطلع من البرازايات بعد كدا اللي هي الهوك وورمز الهوك وورمز اللي هي بتشمل الانكلستومة والنيكيتور الانكلستومة ديودينال والنيكيتور امريكانز الانكلستومة دي اللي بيسموها الدراكلة او المصصص كما نرى الانكليستوما ونكيتور ولكن النيكيتور أقل في الباسوجينيستي يعني أقل في الأنيميا أقل في المانيفستيشن من الانكليستوما الانكليستوما هي الصورة اللي على يمين هنشوف البقة الكابسول الموز بتاعها في عندها تيس في أسنان لأنها وهي مسكة في السمول انتستين بتمسك في الميكوزة خاصة الانديودينام بتمسك فيها بالتيس دي بالأسنان ديها هتخيل فيه برزاية كده في دودة مسكة بالأسنان بتاعتها في الميكوزة عملا تقطع في الميكوزة هينزل طبعا بلد طيب إحنا الإنسان بيتعدي بالهوكورم أو الانكليستوما عن طريق إيه؟ عن طريق إن هو بيبقى ماشي في السويل في التربة بيبقى بير فوتد حافل قدمين وبتيجي الفلاريفورم الارفا ليه الانفكتيف استيج وتعمل بنتريشن للسكن بتاعه وتروح عن طريق الليمفاتيكس تلف في لفة طويلة كده بتروح للرائت سايدو في زهارت ومنه ليه اللانج تمام؟ وبعد كده لما توصل ليه اللانج بالإنسان بتطلع ليه البرونكايل التراكية وبعد كده الإنسان يبلعها عشان تنزل فيه السمول انتستين وتبقى أضلت دي الرحلة بتاع الأنكليستو ما كده باختصار تمام؟ طيب هي بتنزل لحد السمول انتستين وتعيش بقى تبقى أضلت وتعيش في السمول انتستين وبتعمل لي شوية جا اي تي مانفستيشن على هيئة نوزيا وفومتينج ودايرية ومن ضمن المانفستيشن بتاعتها طبعا أو من أهم من مانفستيشن اللي هو الأنيميا نوع الأنيميا هنا مايكروستيك هايبوكروميك أنيميا ده نتيجة إيه؟ نتيجة الكورونيك بلاد لوس لأنه إحنا قلنا إن هي البقة الكابسول بتاعها الموز بتاع بيبقى فيه تيس فيه أسنان بتمسك في الميكوزة وبتقطع في الميكوزة تمام؟ طيب الميكروستيك هايبوكروميك هي نتيجة الكورونيك بلودلوس تمسك بالاسنان فتمتص الدم تتغذى على البلود وفي نفس الوقت المكان يحصل منه بليدنج مع الوقت يحصل كواجوليشن ويوقف النزيف هنا البرازاية الدودة هي الانكليستومة تفرز انتيكواجلانت فالانتيكواجلانت ده بيخلي البلود دايما سايل وعلى طول فيه برولونجد بليدنج في المكان اللي هي مسكة فيه وكمان بتعمل حاجة تانية ان هي بعد ما المكان ده بتفضل تقطع فيه في الميكوزة وكده وتنزل بلود منه تسيبه وتروح لمكان تاني جنبيه عشان تكرر نفس الحكاية وتعمل فيه ألثر ده كل الحاجات التي احنا قلناها دية تسبب بالآن أنيميا نتيجة مايكروستيكايبكروككواج أنيميا رسم النباة بعد كده عندي هو الفيسرال ليشمانيزيز 어려 أن تكلم الأقساء الإنسان من هذا البروتوزوع من البول طوزوع من أوليات الخالية لها اسمي تاني الفصرة ليش ما نيزز اللي هي الكلأزار أو الدم دم فيفر أو البلاك فيفر ده كله نفس المسمى تمام هي بتيجي للإنسان عن طريق نوع من الفلايز الزباب اللي هي الفيميل ساند فلاي بتيجي تقرس الإنسان ويتدخل جوه جسمه حاجة اسمها البرومستيجود اللي هو الانفكتيف ستيج البرومستيجود ده بيتاخد بالسكن ماكروفيتج عشان يروح بعد كده للريتيكولو اندوسيليال سيستم إيه الريتيكولو اندوسيليال سيستم اللي هو عبارة عن اللينفنود اللي هي قلنا البون مارو فيحصل بون مارو سابريشان بون مارو سابريشان بيحصل حاجة اسمها بان سايتوبينيا بان سايتوبينيا يعني ايه يعني الشخص ده هيبقى عنده فيه 3 حاجات نقصين الاربيسيز نقصة فهتبقى فيه أنيميا والويت بيسيز نقصة فيبقى فيه ليكوبينيا والبريتلت نقصة فيبقى عنده سرومبوسايتوبينيا يبقى البان سايتوبينيا دي يعني أنيميا ليكوبينيا سرومبوسايتوبينيا وده نتيجة إيه نتيجة البون مارو سابريشان اللي بيحصل في الفيسرال ليش منيزز آخر حاجة في الحاجات المهمة اللي هي المالاريا واللي زيها شوية البابيزيا ولكن البابيزيا بتبقى أقل برضو في السيفيريتي تمام المالاريا دي قصتها باختصار هي بتيجي للإنسان عن طريق البيت الأرصى بتاع الفيميل أنوفلس موسكيتو ده نوع من النموس تمام وبتيجي تقرس الإنسان اللي هي الفيميل أنوفلس موسكيتو وتدخل جوة جسمه اللي هي السبوروزايتس اللي هي الإنفكتيف ستيج السبوروزايتس دي أول ما بتدخل في جسم الإنسان بتروح أول حاجة على الليفر وتبدأ حاجة اسمها الليفر فيز وبعد كده بتروح على الأربيسيز عشان تبدأ طبعا هي أول ما بتدخل في الأربيسيز فبتتكاصر وكده وبيحصل بعد كده هيموليسيز للأربيسيز فالأنيميا اللي بتحصل فيه المالاريا والبابيزيا نوعها اسمه هيموليتيك أنيميا أنيميا تكسيرية تمام لأن هي الأربيسيز اللي بتبقى إنفكتيف بتتكسر طيب الهيموليتيك أنيميا دي نتيجة إيه نتيجة زي ما احنا قلنا ديستراكشن للإنفكتيف أربيسيز بتتكسر وتاني حاجة ديستراكشن للنون انفكتيف أربيسيز طب اللي بيخلي الأربيسيز السليمة تتكسر هي كمان نتيجة فيه أوتو أنتيبادس بتبقى موجودة تمام فبتكسر برضو اللي هي النون انفكتيف أربيسيز أو نتيجة الأسموتك في رجلية بتاع الأربيسيز تمام يبقى هنا نوع الأنيميا اللي هي الهيموليتيك أنيميا أنيميا تكسيرية وكمان فيه سبب تاني للأنيميا اللي هو لسبيلين ساعتها بيكسر بيبقى فيه هايبر سبيلينيز فبيتغزى وبيعمل فاجو سيتوزز أكتر على خلايا الأربيسيز وبيكسرها تمام طيب كده احنا خلصنا اللي هي البرازايتس اللي هي البرازايتس المهمة فيه بقى مجموعة تانية صغيرين كده اللي هي من ضمن المانيفستيشن ممكن يعملوا إيه؟ أول واحدة اللي هي الفاشيولة الفاشيولة دي من التريماتوتز من الديدان المفلطحة تمام بتعمل لي أنيميا زي اللي هي بتبقى شبه ورقة الشجر وبتحب تعيش في البايل داكت تعمل أنيميا عن طريق التوكسنز اللي بتطلع منها فده ممكن يسبب لي أنيميا تانية واحدة اللي هي الفاشيولة بسكاي دي برضه من التريماتوتز بتحب تعيش في نتيجة نتيجة إن هي بتغزى عليه تمام تتغذى على الفيتامين بي 12 او ان هي بتعمل دامج للميكوزة فيأثر على امتصاص الفيتامين بي 12 فالناتج هيبقى فيه فيتامين بي 12 ديفيشانسي تمام اللي بعديها اللي هي الترايكوسترونجلس ودي من النيماتودز ديدان الاستوانية تمام وبتحب تعيش فيه السمول انتستين في السيفير انفكشن يعني هي في الانفكشن العادي بتاعها بتعملش انميا لكن في السيفير انفكشن لما يبقى فيه وورمز كتيرة تمام ساعتها بتتغذى على البلد بتعمل سكينجل البلد وممكن تعمل انميا في اتنين من البروتوزوة وشبه بعض اللي هي الانتاميبة هستوليتيكا والبلانتديام كولاي اللي اتنين بيتطفقوا ان هم بيعيشوا في اللارج انتستين تمام وبيعملوا حاجة اسمه فلاسكي شيب ألسر بتعمل الانفلاميشن في الميكوزة وتعمل كرحة والكرحة دي بتبقى فلاسكي شيب تمام وبيسبب ان فيه طبعا بلد بينزل فيه اللستول ساعتها بلد وميوكاس فالشخص ده بيفقد بلد ويبقى عنده ديزنتري لو بلد وميوكاس فيه اللستول فنتيجة ان في بلد بينزل في اللستول ممكن يحصل انميا آخر حاجة اللي هي الأفريكن تريبانيسوم أفريكن تريبانيسوم ممكن يحصل أنيميا أنيميا اللي بنسميها أنيميا أو كورونيك ديزيز اللي هي نتيجة أن المرض ده بيبقى كورونيك مزمن فنتيجة الإيمينوباصولوج اللي بيحصل وبيأثر على الأربيسيز وممكن يحصل أنيميا أو عن طريق أن التريبانيسوم دي ممكن تفريص مواد فالمواد دي بتمسك في الاربيسيز وبتغير التركيبة بتاع الممبرين بتاعها وبتبقى سهل ان هي يحصل لها فاجوسيتوزز فبرضو الشخص ده ممكن يحصل له أنيميا في بس توبرازايتس احنا ما كتبناهمش لانهما يعني نادرا لما بيعملوا أنيميا اللي هي الجياردية والسترونجولايدز تمام الجياردية دي من البروتوزوة والسترونجولايدز من النيماتودز الاتنين دول رير خالص ان هما يعملوا أنيميا ولكن بسبب ايه سبب الأنيميا هنا اللي هو مال أبسوربشن التوبرا زي سيدون اللي هما الجياردية والسترونجولايدز بيبقى معهم في مال أبسوربشن في الامتصاص المواد دي كلها بتبقى أفكتد تمام فممكن ساعتها يحصل أفكتشن للأيرن أبسوربشن وممكن يحصل أنيميا بطريقة غير مباشرة طبعا ودير وبكده نكون خلصنا موضوعنا والسلام عليكم